سألتك يا عباس غنامي ما رأيك بهذا الحديث الذي يرويه الكليني في الكافي الجزء الثامن نفسه بهذا الرقم وهل تعتبره رقم 365 هل تعتبره حديثا صحيحا أول شيء من حيثة السنة إلى الكليني الكليني يرويه إلى مثلا الإمام الصادق وبيناتهم حوالي 150 سنة 200 سنة بين الكلين وبين الإمام الصادق درويه بسنة فهل الإمام الصادق يتكلم بصورة خرافية أم تنسب إليه أحاديث خرافية وكيف تأخذ الصحيح وتعرف الصحيح وتميزه عن الحديث الموضوع المهم الحديث عنه عن صالح عن بعض أصحابي عن عبدالصمد عن أبي عبدالله قاله أن الحوت الذي يحمل الأرض يعني هذه الأسطورة قديمة كانت موجودة أن الأرض وين معلقة بالسماء أو كيف هذا الكرة الأرضية على رأس ثور والثور على حوت واقف وأن الحوت الذي يحمل الأرض ليتحدث عن الرواية الموضوع ليتحدث عن الرواية الموضوع بالكافي يقول إن الحوت الذي يحمل الأرض أسر في نفسه أنه إنما يحمل الأرض بقوته أنه عند قوة أن يحمل الأرض فأرسل الله تعالى إليه حوت أصغر من شبر وأكبر من فتر فدخلت في خياشيمه فصحك فمكت بذلك أربعين يوما هو مريض ثم إن الله عز وجل رأوف به ورحمه وخرج هذا الحوت من طلع من خشمه فإذا أراد الله عز وجل بأرض زلزلة بعث ذلك الحوت إلى ذلك الحوت فإذا رآه اضطرب بس يشوفه يقوم يرجف هذا الحوت فتزلزلت الأرض يعني الزلازل الآن الألم الحديثي يقول في صفاحة تكنترونية أو صفاحة أرضية يعني هذه تتحرك فوق الماء فوق كثلة محور الأرض ثم تحدث الزلازل إذا هذا الحديث أنت تصدق عن إمام الصادق وإذا إمام الصادق فعلا وصلت إنته بالسند من الكلين إلى ذاك إمام الصادق وشفت حديث صحيح شون رأيك بالإمام الصادق من عنده يتكلم منه يقلع عن هالشي هذا الألم هذا من وين جابه النبي تحدث عنه القرآن تحدث عن هذا الشيء أم لا واحد يتكلم يعني من نفسه فأنت شلون يعني تصدق بهذه الأحاديث أو لا ما ترضى به الآن أنت تقول نعرض الحديث على العلم والعلم يخالف هذا الحديث فما نأخذ به جيد إمام الصادق نفسه يقول لك الأحاديث التي تجي من عندنا أرضوها على القرآن الكريم وشوفوا هاي طابق القرآن ولا ما طابق القرآن القرآن اللي يمدح الصحابة في آيات عديدة يجي في الحديث عن سدير السيرفي اللي هو مولى ما معرف شنو أصله وفصله يجي ويحاول يكفر كل الصحابة ويحجي التطرف فليش يصدق هذا الحديث ثم إذا أنت تعرض الحديث على القرآن يجب أن تعرض الأحاديث على القرآن وتأخذ بالثابت المؤكد بالقرآن والأحاديث المتواتر الصحيحة وبعدين تجي تعرضه على العلم إذا عشبت الحديث جاي وتعتبره صحيح 100% ولكنه خالف العلم يجب أن ترفض على الحديث تعرف هذا اللي قاله إما جاهل وإما نسب إليه جهلا كذب يعني لازم تشكك بالحديث ما يمكن تقبل كل الحديث فهذه الأحاديث أنا مو مزهجي أخذ الأحاديث التأجبني أخذها والأحاديث ما تعجبني ما أخذها لا يا أخي العزيز إنما عندما أقرأ التاريخ وأقرأ نصوص أئمة أهل البيت من الإمام علي وبقية الأئمة وأقرأ مثلاً شوفوا كل الحديث لنقل السدير وغيره عن الإمام الباكر أنه الإمام كان النص كان على الإمام علي والخلافة كانت لأهل البيت وأو بكر عمر أخذ والخلافة غصباً يعني الإمامة بالنص مو بالشورى طيب هاي النظرية الإمامة بالنص مو بالشورى طلعت ديك الأيام طلعت من الغلات من هؤلاء اللي كانوا بالكوفة يسموهم الرافضة ونسبوها إلى أهل البيت وطبعاً بعنف شوف الرواية عنيفة جداً تحاول أن تقرأ التاريخ بشكل آخر طيب الإمامة لأهل البيت آمنا وسلمنا وين أهل البيت الآن؟ يا أخ عباس الغنان أسأل نفسك الآن؟